اشتركوا في القناة وأكد سعادة الوزير أن الوزارة تول اهتماما بالغا وجهود متواصلة من أجل تأمين وصول كافة الخدمات التنموية والمستدامة في مختلف مناطق المملكة مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على استمرار التواصل بين المسؤولين والأهالي في مناطقهم من خلال زيارات الميدانية للاستماع لملاحظاتهم واحتياجاتهم وذلك لتوفير احتياجات الأهالي المطلوبة وقال سعادة الوزير بأن العمل جار ضمن استراتيجية الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع التطورية والخدمية بالمحافظة الشمالية والتي تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين لافتا إلى أن المحافظة الشمالية مقبلة على عدد من المشاريع الخدمية من بينها مشروع ممشى مدينة حمد بمجمع 1212 والذي تم طرحه في مناقصة عامة وجاري حاليا استكمال إجراءات الترسية حسب الأنظمة المتبعة كما أضاف أنه من المتوقع البدء في تنفيذ مشروع ممشى مدينة حمد بمجمع 1212 خلال الربع الأول من العام الجاري مضحا بأن المشروع يقع بين دوار 16 ودوار 17 بمدينة حمد وتبلغ مساحة الكلية حوالي 4.817 متر مربع وهو أحد المشاريع الهمة والتي ستقدم إضافة على مستوى المرافق الخدماتية بالمحافظة الشمالية وبين الوزير أنه تماشيا مع مسيرة الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة إضافة إلى تقليل كلفة الصيانة والتشغيل والتوية البيئية تم توفير أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية المتجددة ومساحات خضراء وأقطية نباتية مقاومة للحرارة والجفاف وشيرا إلى أن المشروع يهدف لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير البيئة الصحية السليمة لكافة أفراد المجتمع حفيئة المشروع حرصا من الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين